السلام عليكم ورحمة الله أحبابي وأصدقائي أبطال سنة أولى معكم السيد سعيد بدوي ومعنا الدرس الثاني من الفصل الثاني تعيش النباتات في أماكن كثيرة تعيش النباتات في أماكن كثيرة تعيش النباتات في أماكن كثيرة النباتات تعيش في أماكن كثيرة منها الصحراء ومنها الغابات تعيش بعض النباتات في الصحراء كيف تنمو النباتات في هذا المكان الحار الجاف استكشف نشاط استقصائي ماذا يحدث للنبات إذا لم يحصل على الماء إيه اللي هيحدث للنبات لو لم يحصل على الماء طبعا النبات هي موت أضع نباتين في مكان مشمس وأروي أحدهما فقط أجيب نباتين وحطهم في مكان في شمس وأروي أحدهما فقط وأترك الآخر دون ماء والآخر لا أروي أتوقع ماذا يحدث لكل من النباتين ماذا يحدث لكل من النباتين هيحصل إيه لكل من النباتين ألاحظ الملاحظة اللي هلاحظها الملاحظة أراقب النباتين مدة أسبوع أراقب النباتين لمدة أسبوع أسجل البيانات أرسم ما يحدث للنباتين تسجيل البيانات أرسم ماذا يحدث للنباتين أستكشف أكثر أصنف أي النباتات يعيش في الأماكن الجافة وأيها يعيش في الأماكن الرطبة أي النباتات يعيش في الأماكن الجافة وأيها يعيش في الأماكن الرطبة طبعا هنا لاحظت أن النبات الذي حصل على الماء نمى وازدهر والنبات الآخر اللي هو دون ماء جفة ويبسة ومات أقرأ وأتعلم السؤال الأساسي ما الأماكن المختلفة التي يعيش فيها النباتات ما الأماكن المختلفة التي تعيش فيها النباتات إيه هي الأماكن المختلفة التي تعيش فيها النباتات الصحراء والغابة هنعرف يعني الصحراء ويعني إيه الغابة أين تعيش النباتات تعيش النباتات في الأماكن التي تجد فيها حاجاتها تجد فيها حاجاتها النباتات لها حاجات زي الماء وزي ضوء الشمس بعض النباتات تعيش في الصحراء بعض النباتات تعيش فين؟ في الصحراء إيه هي بقى الصحراء؟ الصحراء مكان جاف قليل النباتات نباتات الصحراء لها أجزاء تساعدها على الاحتفاظ بالماء الصحراء مكان جاف قليل النباتات نباتات قليلة ونباتات الصحراء لها ميزة يعني تحورت وتطورت إن بقى لها أجزاء تساعدها على الاحتفاظ بالماء عشان ما تفقدش الماء بسهولة عشان الماء قليل أقرأ الصورة أنظر إلى هذه الأوراق كيف تساعد النبات على العيش في الصحراء بعض النباتات تعيش في الغابة الغابة مكان حار رطب فيه نباتات كثيرة نباتات الغابة لها أوراق كبيرة تساعدها على التخلص من الماء الزائد يبقى الغابة مكان حار رطب فيه نباتات كثيرة نباتات الغابة تتميز أن لها أوراق كبيرة ليه؟ عشان تتخلص من الماء الزائد لماذا لا تستطيع نباتات الغابة العيش في الصحراء لأنها غير مكيفة أنها تعيش في الصحراء أوراقها كبيرة أفكر وأتحدث مشكلة وحل الصحراء حارة جافة الصحراء إيه؟ حارة جافة كيف تعيش النباتات في الصحراء؟ مدام الصحراء جافة وحارة إزاي النباتات بتعيش في الصحراء؟ النباتات الصحراوية لها سيقان سميكة النباتات الصحراوية لها سيقان سميكة وأوراق شوكية تساعدها على تخزين الماء تساعدها على الاحتفاظ بالماء دي النباتات الايه؟ الصحراوية وعشان كده بتعيش بتقدر تعيش فين؟ في الصحراء السؤال الأساسي ما الأماكن المختلفة التي تعيش فيها النباتات؟ عندنا إيه هي الأماكن المختلفة التي تعيش فيها النباتات؟ تعيش في الصحراء وفي الغابات العلوم والرياضيات بذور متنوعة يصنف خالد البذور التي لديه في جدول خالد زي ما شفنا في الدرس هيصنف البذور في هذا الجدول بذور الفاصولية بذور تباع الشمس بذور الذرة بذور التمر عندنا بذور تباع الشمس أكبر من بذور الفاصولية بذور تباع الشمس أكبر من بذور الفاصولية يبقى هنا آه صنفها حسب الحجم أقل عدد من البذور هو الذرة أقل عدد أربعة أقل عدد من البذور هو الذرة يبقى هنا صنفها حسب العدد إذا وجد ثلاث بزور تمر أخرى هنا كان بزر التمر واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة إذا وجدت ثلاث بزور تمر أخرى يكون لديه ثلاثة زائد ستة يساوي تسعة مراجعة الفصل الثاني المفردات أصل بين الصورة والكلمة المناسبة أصل بين الصورة والكلمة المناسبة يعني لو زهرة لو ثمرة أصل بالصورة المناسبة لها زهرة الصورة ذهرة والصورة بادرة والصورة ثمرة والصورة بزور المهارات والأفكار العلمية أجيب عن الأسئلة التالية أقارن فيما تتشابه نباتات الصحراء ونباتات الغابة وفيما تختلف نباتات الصحراء بتتشابه مع نباتات الغابة في أشياء وبتختلف في أشياء أخرى أوجه الاختلاف النباتات الصحراوية ونباتات الغابة النباتات الصحراوية تعيش في أماكن جافة نباتات الغابة تعيش في أماكن راطبة أوراقها إبرية دي أوراقها كبيرة دي أوجه الإيه؟ الاختلاف أما أوجه التشابه فهي تتشابه في أنها تعيش في أماكن حارة يبقى الاختلاف هنا والتشابه إن هما الاثنين بيعيشوا في أماكن حارة ستة أصنف يعني أضع الأشياء التالية في مجموعات في مجموعات حسب اللون حسب اللون هنا الخيار أخضر والطماطم حمراء والبطيخ أحمر والتفاح أحمر والليمون يعني حسب اللون الأحمر والأخضر والأصفر الأحمر البطيخ والتفاح والطماطم الأخضر الليمون والخيار والفلفل الأخضر الأصفر الليمون والفلفل الأصفر ألخصوا ما أهمية الأزهار للنباتات الأزهار تكون البذور وتنمو فتصير ثمارا والثمار تحمي البذور كيف تتغير النباتات تنمو النباتات وتكون البذور والثمار والبذور تنمو وتكون النباتات مرة أخرى تنمو النباتات وتكون البذور والثمار والبذور تنمو وتكون النبات مرة أخرى وإلى هنا ينتهي هذا الدرس وما تنساش تعمل سبسكرايب اشتراك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يعمل خير وتنشر العلم وتدعمنا ومع أطيب وأجمل وأرق وأحلى أمنياتي ودعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر سعيد بدوي